اليوم محاضرتنا راح تكون عن جهاز الاي اي جي اللي هو تخطيط الدماغ جهاز تخطيط الدماغ الكترونسافيروغراف مثل ما تحدثنا انه الاي اي جي سيكنال هو عبارة عن اشارة ينطينيها الجهاز العصبي يعني تأخذ من الجهاز العصبي المتمثل بالدماغ طبعا الدماغ احنا نعرف انه اكبر جزء في المنظومة العصبية المهم فاخيرا العلماء صنفوا انه جميع الاشارات اللي ناخذها من الجهاز العصبي هي يسموها الكترونيوروفيزيولوجي الكترونيوروفيزيولوجي فالاي اي جي هو بارت اوف الكترونيوروفيزيولوجي طبعا قديما عام 1920 تقريبا او منتصف 1920 العالم الفيزيائي الالماني هانز اكتشف الكترودات ودائرة كهربائية من الممكن ان تأخذ الاشارات من الدماغ ويتم دراستها وبعد مضي تقريب عشر سنوات اكتشفوا الايفوكت بوتينشيا وبعد عشر سنوات اخرى تقريبا عشر سنوات تم تطويرها والوصول الى جهاز متكامل من الاي اي جي سيستم طبعا احنا نعرف انه البرين هو اكبر جزء موجود في المنظومة العصبية المركزية مثل ما تحدثنا ومن ثم لدينا سنترال نيرفا سيستم كل يدنا نعرف انه البرين يرسل امواج او موجات او اكشن من البرين الى سنترال نيرفا سيستم ثم الى البادي وفروق ويستقبل من المصل ويستقبل السيجنل يعني لما واحد ينضرب بايده او ينشوي او يتعرض الى فتحالة معينة راح تنتقل لعازل عصبي من مكان الدمج الى البرين عن طريق الاكشن بوتينشال ثم البرين يتم عمل اناليسز ويرجع الى المكان ينطي اكشن الى اليد مثلا قد تنسحب او الى العين تغمض لما يجي بها تراب او واتفر اذا البرين هو يستقبل سيجنل ويرسل سيجنل لازم نعرف هذا شيء كل الزين حتى نعرف كيف نتعامل مع البرين كماشين طبعا هذا هو الجهاز الاي اي جي مثل ما دللاحظ هنا ندل نشوف انه جهاز تخطيط القلب هو عبارة عن هيد بوكس وهذا فقط الهيد بوكس اللي موجود باللون الابيض والازرق واقم معه اكسساريز طبعا ويا حاسبة ويا اكسساريز اخرى هنا عدنا الالكتروتز الالكتروتز عدنا نوع الالكتروتز او حقيقة ثلاث انواع النوع الاول هو السيردس الالكتروت اه اللي هو من الاي جي اي جي سي ال اللي هو ذهب وفضة نوع ذهب نوع فضة والنوع الثاني هو نيدل الالكتروت موجود هذا ما نقدر نستخدمه والنوع اخر اللي هو سبديورل الالكتروت اللي هو موجود هذي اللي ينزرع تحت جمجموة مباشر على الدماغ هذا اللي يكون عنده تثخن في عظم الجمجموة او تكون عنده الاي جي سيجنال ضعيفة فلا يمكن استقبالها نقوم بزرع اصابة ديورل الالكتروت داخل الدماغ مباشر مع الدماغ هذن كلية يسموه الالكتروت لانها تأخذ الاشارة دايركت وترسلها الى الجهاز والجهاز يقوم بعمل الاناليسز بما انه الامبليتيود والاشارة اللي تجينا من الدماغ اشارة ضعيفة جدا وتحتوي على المزيد من النويز والكثير من الاشارات الغير مرغوب بها تجينا من الالكتروت وتذهب الى الجهاز ثم الجهاز يقوم بفلترتها وعمل بروسسينج لها اخيرا اكتشفوا انه بعد ما سوينا دراسة وعرفنا انه من هذا التردد الى هذا التردد فقاموا باكتشاف جديد قاموا باكتشاف الالكتروت اكتف الالكتروت يحتوي في داخله على منظومة كهربائية صغيرة مثل ما دا نشوفه هنا في الجانب الايسر لجوه يحتوي على منظومة كهربائية صغيرة فلتر صغير جدا وامبليفاير صغير جدا يقوم بعمل بري فلترينج اند بري امبليفكيشن يعمل تضخيم اولي وفلتر اولية طبعا من خلالها يختزلنا اغلب الاشارات اللي غير مرغوب بها ويدخل الاشارات اللي مسموح ان تدخل اللي هي الـ EEG signal مثل ما عرفنا اكو non-invasive و-invasive سيربس الالكتروت يعتبر non-invasive ونيدل الالكتروت يعتبر invasive سب ديور يعتبر invasive اغلب الالكتروت مصنعة من الـ A-G-A-G-C-L A-U-plated A-G و-Stainless Steel and Platinum هنا طبعا ننتقل الى موضوع ومهم جدا هذا هو رأس المريض من التوب فيو طبعا يقسم رأس المريض الى قسمين القسم اليمين يكون بأرقام زوجية والقسم اليسار يكون بأرقام فردية والوسط هو الـ Z اللي هو ونصنف الدماغ الى مجموعة لوبات حسب موقع كل لوب فاللوب الأمامي اللي هو frontal لوب ثم يليه temporal لوب ثم central parital occipital لوب اللي هو بالأخير والـ A يمين ويسار هي العادة ما تكون رفرانس الى كتروت طبعا هذا هو الهيد بوكس وهذا أهم جزء بالجهاز طبعا هو هذا اللي ياخذ السيجنال ويرسلها الى الحاسبة حتى تسوي recording and processing اللي هو يسمى EEG headbox مثل ما تلاحظون انه هذا بدائرة هي تمثل رأس الدماغ اللي شفناه احنا موجود هناك ونلقى جوه مستطيل يحتوي على اثنين اربعة ستة ثمانية تسع ثقوب للألكتروتات هذه الكتروتات اكسترنال تم وضعها في الهيد بوكس حتى يتم دراسة اكسترا سيجنال يعني مثلا احنا نسوي recording لل EEG سيجنال لبيشنط معين وهذا البيشنط قد يتعرض الى الصخونة فنقوم بفحص حرارة الpatients during test لأنه حرارة الpatients during test الها علاقة with EEG signal itself and we can check SPO2 signal during test because the SPO2 signal related with EEG signal itself and we can check ECG signal during test that mean EEG signal we can record by using this head box and record extra signal وطبعا نقدر نسوي recording extra signal during EEG من الممكن أن نستفاد من عدها في لحظات معينة أثناء التشخيص موضوع آخر مهم جدا هو impedance 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 مهم جدا 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 في موضوع EEG طبعا ليش مهم نتساءل إحنا كلنا نعرف أنه إشارة الدماغ إشارة ضعيفة وقليلة amplitude وعالية frequency هذا يعني أنه يجب أن نحصل على total contact التساق جيد وقوي ومتين ما بين الالكترود وال skin حتى ما نخسر جزء من الإشارة والخسائر الموجودة في عدم الالتساق نتجاوز طبعا كيف تم هذا الشيء عن طريق فحص مدى شدة التساق الالكترود بالسكن كيف تتم الفحص مثل ما دللاحظ هذا اللون الأصفر هذا يرسل تيار كهربائي مقدارة 9 نانو أمبير يمر في مقاومة 5 كيلو طبعا هذه المقاومات ممكن أن نزيدها وننقصها يمر إلى الالكترود ثم يروح إلى الاسكالب ويتسرب من اللون الأصفر إلى الرفرس الالكترود اللي هو الأحمر والأخضر عن طريق بانتقاله من المنطقة اللي لونها أصفر إلى الأحمر ومن الأصفر إلى الأخضر هذه المسافة تعتبر تنطين هذه المسافة البعد بين هذه النقطتين ينطيني مقدار مقاومة هذا المقدار ما للمقاومة عادة ما يكون ثابت لكل مريض فلما تختلف عندي الفولتية الراجعة أو التيار الراجع لما يختلف عندي بالقيمة اللي حاسبها آني هذا يعني أنه موقع الألكترود خطأ لو فرضنا أنه موقع الألكترود كان بالجانب الخلفي بالأوكسبتل وهو أصلا فرونتل فراح ينطيني مقاومة مختلفة عن الستندر اللي أصلا هي أورادي داخلة في الجهاز فبالتالي إذا كان ما لاسق بصورة صحيحة فما رح ينطيني تيار كهربائي ما رح يكون موصل للتيار الكهربائي فبالتالي رح يعتبر تقريبا فراح ينطيني أنه هذا الألكترود ما ملتسق بصورة صحيحة هذا الموضوع هو المونتاج تايب المونتاج تايب هو عملية توزيع الألكترودات على دماغ المريض في الحقيقة إحنا طبعا لما نسوي تخطيط دماغ لنبس المريض شفقة تحتوي على الألكترودات تلتسق هذه الألكترودات دايركت بالدماغ ومن ثم نقوم بحق جل مادة جل يعني حتى نحاول نخلي total contact ولما نأخذ الإشارة عن طريق الأمبلفايير الأمبلفايير يقوم بتوزيع الإشارة حسب المونتاج تايب ليش أكو different منتاج تايب لماذا أكو مجموعة مختلفة من المونتاج طبعا تعتمد على نوع الفحص إذا كان عنده إبليبسي مثلا وهذا الإبليبسي كان يعني إبليبسي يعني صرع وإذا كان هذا المرض ما نبين في هذا المونتاج فراح ننتقل إلى المونتاج الثاني وهكذا إلى آخره أهم مونتاج تايب هو اللي بالنص صاير اللي هو باي بولار يعني يسمو دبل بنانة اللي هو صاير على شكل موزايات اثنين يمين ويسار والمونتاج تايب الثاني المهم أيضا هو الـ اللي هو نشوف الالكترودات كلها ذاهبة نحو منطقة الإذن هذا طبعا هذه المونتاج تايب تطيني فد اندكيشن أنه منين ده أخذ السيغنال وفي أي موقع من المواقع لما نريد نفحص المريض نفحص أي جزء من دماغ المريض المونتاج تايب هو يحدد لي اللي إحنا راح نسوي له طبعا شون يسوي الإي إي جي ريكورد كيف يعمل ريكورد الإي إي جي مثل ما ده نشوف هذه الأسهم اللي فوق اللي جاية من اليسار إلى اليمين ومن جو أكو طبعا هو عبارة عن هنا يستلم من فوق ويستلم من الرفرانس ويقوم بالمقارنة ما بين الرفرانس والسيجنال اللي يجتني من البورت المحدد خل نفرض أنه البورت اللي جايني من عندي هو فرونتل والرفرانس هو باريتل فرح يقرأ لي F P فرح يطلع لي سيجنال ما بين ال F وما بين ال P على اعتبار ال F هي السيجنال وال P هو الرفرانس ومجموعة أذني ينطيني سيجنال هذا السيجنال تكون بهذا الشكل EEG Wave Form عبارة عن أربع ترددات التردد العالي الأول اللي هو بيتا يبدأ من 13 إلى 30 هذا يعني نقوم بالحصول عليه من ال Frontal and Parital Lead البروب الثاني العفو السيجنال الثانية تجين من اللي نسميها الألفة اللي هي تكون Frequency مالتها ما بين 8 إلى 13 واللي هي تجين من Parital and Occipital والثالثة هي Theta من 4 إلى 8 Parital and Temporal والدلتا تجين من Normal and Deep Sleep تكون Frequency مالتها ضعيفة جداً بين نصف إلى 4 Hertz طبعاً هذه أشكال EEG form التي تظهر عدنا ننتقل إلى موضوع مهم جداً 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 هو Electrode or Montage قبل لا تنتقل إلى المونتاج يتم فحص الإشارة عن طريق Impedance Test Impedance Test Electrode Impedance Test اللي هو المربع اللي موجود هذا يرسل ويستلم في حال في حال كان الإمبيدنس أوكي المونتاج تم تحديده ينتقل إلى الأمبليفاير الرئيسي الأمبليفاير رح يقوم بعملية الأمبليفاير ثم ينقل الإشارة إلى الانالوغ to Digital Converter لكي تتحول من الأمبليفاير إلى الديجيتال ثم ترسل من الديجيتال إلى Signal Isolator مثل ما قلنا Signal Isolator هو يعزلنا الإشارة حتى يقلل من النوز ومن بعد ذلك تنتقل إلى Digital Signal Processing المتمثلة بثلاث مراحل اللي هي الفلتر Low Pass Filter High Pass Filter Notch Filter وSensitive Adjustment وSweep Speed طبعا بعد ذلك تنتقل إلى الميموري وتتسيف ومن ثم تنطبع على ورقة أو تظهر على Display طبعا كل جزء من هذه الأجزاء مهم جدا ومهم جدا أن نعرف شنو وظيفته وكيف يعمل وما مواصفاته في نهاية المحاضرة رح نتعرف على Artifacts اللي تظهرنه During Test Artifacts Due to Physiological طبعا هناك الكثير من Artifacts اللي موجودة عندنا هنا Physiological Artifact شنو نعني بالPhysiological Artifact هي الأرتفاكت اللي تظهرنه نتيجة الأعمال الفيزيوية اللي يولدها البيشن مثلا Heart Potential هذا Physiological عندك Face Movement Eye Movement Skeletal Muscle Movement Breathing إلى آخر And High Sculpt Impedance هذه كلها Physiological Artifact تظهر During Test يجب أن نعرف شنو هي هذه الفيزيولوجيكال Artifact حتى لما تظهر عندنا During Test نقدر نشخص أن هذه هي Physiological Artifact وليست مرض الأرتفاكت الثاني اللي هو Electrode Problems نوبات يصير Poor Positioning Poor Contact Electrode Not Secured Probably فالنوعية بتعبانة من الكترودات ما مبحوظة يعني Not FDA إلى آخر نوباته ينشف الجل اللي موجود بال بال الكترود نفسه عندك أوزن نوبات 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 ضعيف وموزين وإلى آخر نوبات ال نوبات نوبات ثالث في مكان قريب من Powerline Power Source هذا Power Source سيحنطينا ستين هيردز انترفيرنس راح تتداخل مع EEG سيجنال فبالتالي راح تولد لنا Artifact عندك Radio Frequency يكون مثلا جهاز من ساتلايت قريب من EEG يبث أوسليتر ما تيبث سيجنال فبالتالي هذا راح يسحب الكترودات راح تسحبه ورح تنقله ورح يدخل ضمن ويدخل إلى داخل الجهاز ويطلع عندنا سيجنال غريبة عندك Defibrillation عندك pacemaker احتمال إذا مزروع عندك مثلا Neural Stimulator نوبات قدني الاستيموليترات المستخدمة كل هذه Source of Signals الخارجية من الممكن أن تنطينا Artifact يدخل إلى الجهاز ويولدنا سيجنال غريبة قد يشتبه بهالطبيب أنها مرض في حين أنها ليست بمرض وأنما هي Artifact تجينا خارجية فكيف نتعامل معها يجب أن نعرف مواصفات كل سيجنال من هذه السيجنال التي تجي فبالتالي نقوم بتصميم فلاتر وسيجنال بروسسينج لغرض استقطاب هذه السيجنال وتنظيف إشارة EEG من بقية الأرتفاكت الموجودة طبعاً هنا وصلنا إلى نهاية محاضرتنا لجهاز تخطيط الدماغ أي سؤال أو استفسار من الممكن التواصل معي عبر أي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي أتمنى لكم كل التوفيق أتمنى أني وفيت وأكفيت في شرح هذا الجهاز المهم وإن شاء الله أتمنى لكم كل التوفيق وشكراً شكراً